موسيقى موسيقى أهلا معكم أخوتي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية قديس حلقتنا اليوم مميزة أيضا مثل كل حلقات قديسيننا بس اليوم يمكن تكون حلوة أكتر بالنسبة للأطفال الصغار وكمان الكبار اللي بيحبوا هيك حلاوة عيد الميلاد رح نحكي اليوم عن القديس الجميل القديس نقولى مار نقولى ولي هو معروف طبعا ببابا نوال بنيكولاس إلى آخره رح نشوف اليوم كل شي عنه إنما اسمحوا إنه بداية نبلش كمان مثل كل مرة ويرات معي كمان كل المشاهدين هيكي بيصلبوا إيدهم عوجهم ببداية الحلقة ونبلشها على اسم الأب والابن والروح القدس أمين أخوتي اليوم حلقتنا حلقة عن عيد الميلاد حلقة عن القديس نقولى بدنا نشوف اليوم ليش رتبط اسمها القديس بعيد الميلاد مع العلم أنه عيده هو مش بعيد الميلاد عيده هو بستة كانون الأول متل ما كلنا منعيد للقديس نقولى رح بلش حلقة هيك من الآخر عيد القديس نقولى بستة كانون الأول شفتوا كتير قليل اللي بيعرفوا بعيدوله بستة كنون أول كلنا بنقله عيده هاكي أوتوماتيكيا إلا عيد الميلاد شو السر ليش ارتبط اسمه بعيد ربنا يسوع المسيح وهل اسمه بابا نوال اسمه سانتا كلوز اسمه القديس نيكولاس هل اسطو حقيقي أم اسطورة واقع أم خيال ليش ارتبط اسمه بعيد الرب يسوع شو هي الملابس أو الثياب اللي كان يرتديها ولاش أحيانا منشوفه ماشي أو راكب على حمار أحيانا عبجره الغزلان رح نشوف قصة بابا نوال أو القديس النقولى أولا وبداية الشخصية هي شخصية حقيقية هيدا حقيقة مش خيال شخصيته شخصية حقيقية للقديس النقولى واللي هو كان أسقف يعني كان مطران مورا بمنطقة أو مدينة مورا اللي هي بتقع بآسيا أو بتركيا بجنوب تركيا حاليا مدينة مورا إذن كان فيها هو أسقف وكان عايش فيها اسم بايو أبيفانيوس واسم أمه تونة جمع الغنى الكثير كان أهله كثير كثير أغنية وطبعا هو كان وحيد عند أهله فكل المصاري كانت رايحة لأله بغناء سراء ضخم كثير وهو طبعا تعلم التواضع والكرم من بايو ومن أمه اللي كانوا أغنية بالمال كثير وأغنية روحيا وبالإيمان كثير يعني بايو كان يملك المصانع كان يملك السهول كان عنده كثير في اللحين عنده كثير عمال إنما رغم الغنى الكبير كان عنده محبة رهيبة لربنا يسوع المسيح للكنيسة للعالم اللي يعني روى بعض الأشخاص أنه مدينته أو المنطقة على الأقل القرية اللي هو فيها ما كان حدا يعوش شيء وما كان في جعان بسبب بيولة الإديس نقول لك ما كان في حدا جعان ما كان في بكنيسته حدا يفوت تيابه عتيقة أو تيابه ومش منيحة لأنه كمان أمه الإديس نقولها كانت تعطي للعيال الثياب وباي الإديس نقولها كان يعطيهم الأكل وكان يشاركهم بالمحصول كان يعطيهم معاشات تعتبر معاشات قيمة ومنيحة بهذاك الوقت إذن أمه وبيو كانوا ما عندهم أولاد أبدا أمه دخلت بسن اليأس وما كان يجيها أولاد يعني كبرت بالعمر وصلت كثير تحتى يصير عنده ولد فبتشوف رؤية بالمنام أنه رح يجيكي ولد وتسميه الأولى وهو رح يكون إنسان زو شأن كتير مهم ويمشي بمخافة الله وبإيمان كتير كبير فائت الأم من النوم وخبرت زوجة ركعوا سوا وصلوا إلى الرب علوا تكون هيد الرؤية حقيقية لأنه كانت شاكي أنه أنا مثل كل الأنبياء أنه أنا صرت كبيرة معقول أنه يصير معي هالشي وصلوا وفعلا تحنن الله عليهم وبعد تسعة شهر صار عنده الولد وسمته نقول هيدا القديس اللي انتلى من الرحمة الإلهية من الطفولة وبالعناية الإلهية ولما بلغ السن اللي بتأهله للعلم تعلم كان يطلع الأول كان متفوق بالعلم والروح القدس كان يلهمه على كتير إشياء وعلى أمور العالم الكنيسة من هو صغير كان فينا نقل له الشماس الشماس الصغير كان يعيطوله لأنه كان شماس بكنيسته فتقدم أيضا برأرتب الكنيسية وجعل لبيو ولأمه يا بابا وماما أنا صحيح أني وحيد بس في مانع عندكن أنه كمل وأدخل الدير وعيش حياة الكهنوت والرهبنة كان بيو أمه قالوله لأ مش مشكلة فيك تروح وتترهب لأنه الله اللي أعطانا إياك أنت ملك لربنا مش ملكنا نحنا وشو بتقرر هاي حياتك قدامك مش متل غير ناس لها يا أبني وان بدو يروح نسلنا نحنا وان بدو لا بالعكس البي كان مؤمن إلى درجة ساعده ودخله الدير الدير اللي بهيدا الوقت كان مسؤول عنه أو عمه كان مسؤول عن الدير هو عمه وكان المطران بالمنطقة رجعت رأس المطران كمان عمه كان هو المسؤول إنما اللي فاجأ الكل برغم من أنه عمه مسؤول عن الدير ومسؤول عن الإكليريكية كان نقوله عايش بطريقة تقشفية رهيبة رغم غنى عمه رغم غنى أهله رغم ما كانتهم بيعرفوا أنه هيدا نقوله ابن فلان يعني هيدا الزلمة ما أنت مليونار ليش عابيعيش عابيكل هالخبز لمحمص عابيكل اللقم بس تيابه ما كتير أنه منيح ليش هالقد عابيتقشف مع العلم أنه بلش يحكو أنه يلا عمه عمل له وسطة بيه عمل له وسطة أكيد يلا بيومين بيصير خورة بيترقب يعلم لا كان اللي عابيسير العكس تماما تماما كان اللي عابيسير أنه إذا التخرج بده يصير هلأ هالسنة يقول لرئيس الدير خلي رفقاتي يتخرجوا أنا بعد بدي أدرس أكتر بدي أعمل أكتر حتى استاهل أنه فوت بالكهنوت هيدا اللي عمله مارن أولى ما كان أبدا هدفه أنه يتخرج أنه يعمل كاهن دهري كان هدفه خدمة ربنا بكل طرق كراهب مش مشكلة مشان هاكي الأهل المنطقة هونيك أهل المدينة شافوا هيدا الأمر بنقوله وعرفوا أنه كانوا غلطانين وعرفوا أنه عاب يشهدوا على ولادة أديس حقيقة أديس محب أديس مطيع أديس بريق ما كان أبدا يهتم بسروة أهله ماتوا أمه وبيه وهو وشاب وكان بالدار وزع يعني في قصتين هم بتقول أنه وزع سروته كله وكمل بالدار في قصة تانية بتقول أنه هو وزع كل شي بالنهاية بس بطريقة معينة يعني مثلا وزع نص السروة ضغري للفقرة إنه والكروم تبعيته والبساتين الصمع على الفلحين اللي فيها هيتوزع الدغري إنما بدل عنده المصنع الضخم اللي عنده اللي تركه يا بيه مع المصاري اللي تركه شو كان يعمل أولا كان على طول يوزع بإيده الشغلية طبعا هيتوزعوا كلهم إنما الأسم المتبقي كان الأولى يروح ووزعوا بإيده يعني بعرف أنه أنا بهذا الشارع في مريض كان يروح كيفك يخذ له الدواء يحط له مصاري تحت المخد يعطي معاش أو شي هيدا الأمور العينية اللي كان يعملها لأنه كان عنده هالحب بالعطاء العطول المستمر وأنه عطول يعالج الناس يشفي الناس يخليون عايشين بسعادة عطول ويتأكد أنه هالمساعدة وسط لهيدا الانسان اللي بحاجة مزبوط مش هناك لما رسم كهن مارنقولة صار يتنقل عطول بين البيوت وتعرفوا بيوت أيام زمان ما كان في بنيات مثل هلأ كان لسعادة الناس الموجودين كان بيت بيت ويا لسعادتهم شوفوا هلأ البنيات شعب تعمل والمدينة شعب تعمل فكان بيت بيت عايشين يمرق من حد البيت يسمع هو مارئ يا رجال قلت عنا بتحين رايح بكرة بكرة بشوف يا رجال الصبي ما عنده مثلا جزمة يا رجال البنت ما عنده فسطان هو مارئ نقول أو عاب يعمل زيارات عاب يسمع كان الله عطيه موهبت للحفظ فيمرق بيت خينا يوسف ما عندهم طحين بيت خينا إليه ابنوا بده صبات بيت أختنا حنة بنتا ما عنده فسطان يقولوا حيجمعون يجيبون وكان كتير حنون كتير محب كتير أكتر من آدمة لدرجة مشي خبت مرحبا يوسف هيدول الغراد لا كان يخاف على مشاعرهم مشاعر الفقير أنت وعب تعطيه أخت كتير مهمة أنت عب تعطي واحد مئة دولار أو مئة ألف على العيد بتتلاقي حط راسه بالأرض فكان ما بدوا يشوف هالشي كان عطول يقول للناس رفعوا راسكن وصلوا للرب كيف أنا نقول لأ بد اليوم إجي وقعطي لواحد مصاري أو أعطيه مساعدة ويحط راسه بالأرض لا خلي راسك مرفوع للسماء كان يروح يمرق من عشية هيدا الفستان لبات فتاني حط لياق دان باب هيدا الفستان لبات فتاني حط لياق دان فتاني هيدا البنطلون هيدا الجينز هيدول الطحين هون الكذا يوزعهم بها الليل ويمشي كان يروح يوعى الناس الصبح يراقوا هالغراد قدان بيتهم وهيدا كان يعملها بكل أيام السنة مش بس بيعيد لميلاد كان كل أيام السنة حياة أولى زاخرة بهيدا الأمور إذن الرب كشف عن قلبه للأديس الأولى وشايفوا هالقد معطاء وهيدا الإنسان توصل فيه العطاء إلى مراحل متقدمة جدا صار يبرم أكتر صار يروح أكتر صار كل الليل يعني لما يفيق الصبح إذا الناس شفوها بأديس عيونه هاك مبججة بالسهر الناس شو أبونا سهران كل الليل يعني هو كل الليل كان يدير على قدام بيوتهم عبي يسمع شو بحاجة هن الولاد بيناموا بتقوم الأم بتسهر مع البي بيسهروا بيقعدوا بيحكوا أو شي كان يعرف حاجاتهم وإذا ما كان يسمع كان يشوف هالنهار مارئ الخوري بالضيعة يطلع هيدا حافي هيدا بانطلون ومخزق هيدا المرة ناشر غسيلاتها من الغسيل بيعرف شو بحاجة هيدا المرة اليوم ما تبخت يعرف انه ما تبخت الناس بتحكي بتوضوي اليوم ما تبخت اليوم عامله اليوم ساوي عارفته؟ هيدا الأمر كان قوله يحفظه ويعرفه وبيعرف الخوري بأولاد رعيته وهالمنطقة هاي بيعرفها مين بحاجة ومين مش بحاجة بيعرف مين البخيل ومين الكريم مين اللي ممكن يجيب لولده ومين ممكن ما يجيب لأولاده كل هاي كان الأمور بيعرفها ويحفظها وحفظها جدا لدرجة كان الإنسان هيدا عجائبة ما كان يستعمل ورقة أو قلم نعم هون عم نشوف أيضاً هالصورة الحلوة اللي بتجسد الراعي اللي بتجسد المطران بعكازه اللي حامله وكان يزق إغراضه على الحمار كانت وسيلة النقل كان يزق إغراضه تحتها يوزع للناس إنما يا أخوتي البلاد كانت طبعاً سقعة يضطر إنه يلبس عليه أكتر حبيب الأطفال مثل ما بنعرفه الأسقف الجميل كان الله ناعم عليه بأعجوبة كتير رائعة بتسأله عن العجيب اللي عملها من أهم عجيبة عملها المارنقولة كان يحفظ اسمه اسمه بيته بيته غرضه غرضه يعطيهم لمدينة كاملة بدون ما يكتب على ورقة أو قلم بدون ما يكتب شفتم منها بعدين قشت الفكرة بابا نوال كيف عبي يحفظوا عبي يمرهم هو هو يزدت لهدايا عند الكل بدون ما يحفظ بدون ما يقيد كان يحفظ حفظهم بقلبه بيعرفت إنه هيدا البيت فلان هيدا البيت فلان كم ولد عنده شو بدهم يتصور أنتو الأولاد كانت يجيبوا ناس كتير من زمان لأنه كان البلاد كله وكانت كل المناطق والمدن كانت مدن زراعية وكان يجيبوا أولاد كتير مش هما يجيبوا عمال ويجيبوا شغيلة كان مساء واحد عنده ستة عشر ولد ينزل ويفلتوا بهالبستان بستان لقالهم يزرعوا بدون يحفظوا ما كان يجيبوا شغيلة كان إيدي وإيدك يا أبني ينزلوا على الحقل هلأ عنا بابات قوتين نوع مصلا وان بدي يجيبوا ولد واحد ولدين وان بدي يحطون وان عندي شغل انت بتشتغل عند الناس هو بيساعدا ما في شفتوا كيف المجتمع الزراعي كان مجتمع عائلة كان العيلة أكتر تكون أكبر فتصوروا واحد عنده مثلا ستة عشر أو اتناعش أو سبعة البي أنجا يحفظ أسماءهم أو أحفادهم مين يجي يحفظهم كان مارن أولى فلان فلانة أبو أسعد عنده ثمان أولاد ستة عشر حفيد كل واحد عارف شو فيه كان بنته صبي يروح يوزعلهم ياهن كم كيلو لحمة بعوز شو بدوا يعرفوا قداش بيأكلوا كان يعرف كان محبة الله بقلبه يعرف هيدي العيلة بحاجة لكيلو هي لتنين كيلو يا أختي بدون ما يسمع بدون ما يعرف شي يعرف أنه بإلهام الرب ونروح القدس وهلأ رح نرتح مع ترتيلة ومن بعدها رح تتفاجأوا بكم عجيب وشو عامل مارن أولى هيدا القديس اللي مجهول اللي منعرفوا بابا نوال خلينا نعرفكم عليه أكتر منرتح مع ترتيلة ومنكمل روح زورهم ببيتهم بيتهم فقير ما عندهم شي روح زورهم ببيتهم إلهم ولد يسوم روح زورهم ببيتهم بيتهم فقير ما عندهم شي روح زورهم ببيتهم إلهم ولد يسوم لو انسوادت يابهن ذهب ليهن شي نهان عالي قامر عبوابهن في بيت خطل النار روح زوروا ببيتيتهم بيتهم فقيل ما عندهم شيء روح زوروا ببيتيتهم في الأمر لك يا سور عدقت سنين عيادهم واليوم لبسوا جديد وبعدهم صغر أولادهم يعيد زوروا يعيد روح زوروا ببيتيتهم بيتهم فقيل ما عندهم شيء روح زوروا ببيتيتهم في الأمر لك يا سور روح زوروا ببيتيتهم بيتهم فقيل ما عندهم شيء روح زوروا ببيتهم قلوا ولد يسوع ليلي ولد يسوع صحيح مية بالمية اللي عبتقوله كانت الملتلة لأنه عبتقول الليلة ولد يسوع مش خلق متل ما فيه فننات قبله عامله الترتيلة هاي كان يقوله خلق هو ولد مولود غير مخلوق إذن بعد الترتيلة الحلوة كان قديس نقوله عب يعمل فيها وعب يزورهم ببيتهم بيتهم فقير ما عندهم شيء قولة القصص الضخمة اللي بنعرفها عن مارنقولة هو بيوم الأيام كان فيه إنسان كتير غنيب يعرفوا نقوله كتير منيح يعني خسر أمواله بطريقة أو بأخرى ما بنعرف كيف خسر ماله وكان عنده ثلاث بنات على بواب زواج وهيدا الزواج بده يعطيه قيمة كتير كبيرة بالنسبة لبناته اللي طلبينهم عيل من طبقات معينة ما فيه ما يعمل العرس الواجه بتجاه خطيب البنته وتجاه أهله بده يطلع من بيتها رايح البنت عم حل منيح الثلاث بنات كانوا مخطوبين بده يتجوزوا وقتل اللي باي خلص خسر ساروكي قعد الباي يفكر هو بناته يفكر يفكر شو ده يعمل ملأ أي طريقة إلا أنه رح يتبهدل وينفضه فأرر الباي بفكرة شيطانية بهنيك يوم أنه طب أنا إذا هالبنتين الوسط يعني بضحوا كرمال إختهم الكبيرة بالأول بروحوا بيشتغلوا بمحلات مثل هلأ نايت كلاب أو شيء يطلعوا مصاري بطريقة مش منيحة أبدا مش نظيفة ومنجوز البنت الكبيرة ومنرجع بنحكي مع البنت الكبيرة ومعهم كمان نتساعد بيدهم حدا يعني بصير يشتغلوا بهاليات بأمور شريرة جدا الشيطان كان عبي يخليه يفكر هيك وقتنع الزلمة بالفكرة بوقت الأواد هو وبالليل ناية مار الأولى بيعرف بيجي عليه إلهام الروح القدس أنه هيدا الزلمة بضحي ببناته بطريقة مش منيحة أبدا روح وساعدهم لأنه البنات كثير مؤمنين وهيدا الباية دخل الشيطان عليه بلوح مار الأولى بيفكر شو بده يعمل بياخد أول يوم بيعرف أنه عرس هيدا البنت مثلا شهر الجاي بياخد سرة مصاري وبيعرف قداش يكون مصروف في العرس بيكبلوا إياها على البيحة تبعية بيته البيوت الأديمة كان كل بيت في سور وفي جوه جنين محل ما بيعضوا فكان كبلوا سرة المصاري قام هيدا الزلمة الصبح شايف سرة المصاري فبيتطلع هيك بالسماء وبيسيري بكي بيقول هيدا المصاري إجتني من عند الله حتى ما أعمل شر قدام بناتي أو بناتي يعملوا الشر بيركعوا بيصلي بفيق البنات بفيق الكبيرة بيقول له خلاص رح تتجوز إجا مصروف العرس وأكتر بيمبسطوا البنات بيفوتوا بيجوز البنت تاني يوم زواج البنت بيشوف سرة تانية كمان مكبوبة بنفس المحل بيعرف انه في حدا بالليل عب يمروا يكبهم مين الله بيعات لي يابي حتى يساعدني بيجوز بنته التانية وبيقعدوا بيسهر من أول ليلة العرض بدي أعرفين بدي أعرفين بيشوف السرة انكبت بيفتح الباب بيشوف الكاهن من أولى قدامه بيقول له نقول ليش بتحت الباب قال له أنا كان لازم أعرف مين قاله وسأنا بدي إياك تعرف مين هيدا اللي بيعات لك يهون مش أنا هوا المساري اللي عندي هوا لأ الله وأنا عب وزعون بالتساوي على الناس وعب ساعد الناس يوم قال له لأ أنا كان لازم أعرف مين تحت شوف واشكر الله على وجودك بحياتنا وهيدا الزلم ما سكت وصار يبره من بيت لبيت شوفه نقوله شو عابيعمل بلشت هون تطلع الخبرية وشوفه الناس آآ اللي كان مارن قوله اللي كان عابي حتى اللي اللحمة قدام البيت لكان مارن قوله اللي كان عابي حتى لنا تياب مش رئيس البلدية مش ضابط الشرطة مش ابن عمي خيبية مش عمي مش ما بعرف مين كان كلهم يشكوا كل واحد آآ فلان بيحب نجاب أو لأ بلشوا يعرفوا آآ مين عابيجيب الغراض ممكن مارن قوله بوقتها بالكنيسة وعابيجوا يشكروه انا ما بدي شكر يا اخوتي بتتجمع على القرية وبتطلع لعنده حتى يشكروه شوفوا كيف بده تدلش قصة بابا نوال اللي معناته بي العيد شوفوا كيف بده تجي بعيد آآ الميلاد اللي قرب بيطلع بيطلعوا الاهيلي عابيشكروه بدهن يعايدوه فبيقف مارن قوله هو عابيوعزهم بقلهم ازا بتكون تشكروني مظبوط وعن حقيقة كل واحد يعمل متل ما عاملين اولى كل واحد يعمل متل الابونا هلأ جاي موسم عيد موسم العيد اللي هو زمن المجيء زمن مجيء ربنا يسوع المسيح موسم العطاء زمن العطاء هيدا هو خدوه هيدا زمن العطاء شوفوا في حدا فقير ازا بتكون تشكروني وصار معكن عطوه للاما معه شوفوا جاركن شو محتاج وعطوه شوفوا بالاماكن التانية شو محتاج وعطوه خاصة بمولد ربنا يسوع المسيح بهيدا اللي جاي ملك الكون اللي جاي نور العالم خلينا نكون نور لهالعالم ونفرح الاطفال اخذوا فكرة هالرعيه هيدا اللي عنده وبلشوا هاي تعمل اكل هاي تعمل الكل الايام زمان اللي بينعابل معه هيدا يعمل شغلات خشب هون بقلهم النقولة في المصنع اللي عنده انا فضيته من كل شي حطوا بقلبه شو ما بدكن من مونة او من العاب او شي وبلشوا يكون هيدا المصنع حتى نوزع هدايا للاطفال وللعائلات بعيد الميلاد راحوا كلهم هالناس اللي بدأتشتغل مع مارن قولة صاروا يحطوا هالبضايع والغراض بقلب المصنع هيدا ويجوا من عشية كلهم يشتغلوا يبلشوا هيدا تحييك هيدا تعمل كذا يجتمعوا على التراثيل على يحكوا اسس لبعضهم متل ما يقولوا يساولفوا مع بعضهم ينبسوا بهالمصنع الكبير ويطلع شو ما يطلع انتاج عنده يجمعوا يجمعوا بلايلة عيد الميلاد يبلشوا يوزعوا فيه من هون بلشت ها فكرة العطاء فكرة المصنع اللي بلش يبين مش المصنع التجاري مش تيابة التجارية هون قصة البنات كان اشتهرت قصة العالم اللي بدا تساعد بالعيد بلشيت وهيدا المصنع ما كان ابدا يوقف لا صيف ولا الشتاء بس بدهم صار متل مغزن بس بس صيف يعوزوا شيء يصير مجاعة يطلعوا يوزعوا انما صار مشهور كتير بها ليالي البرد يدفوا حالن ويروحوا يعملوا الالعاب للأولاد وامور اللي بتنعمل بالشتوية الصوف لحياكي او كذا كانت كل تتم بهالمصنع وتم منه التوزيع لباقي العالم واللي ضل بعدين هيدا المصنع ملك هيدا الرعية واللي صار طبعا بالنسبة للكنيسة صار كنيسة كبيرة وانضم للكنيسة هالمعمل وضل يشتغلوا فيه كل الوقت مشان اعياد الميلاد او حتى الاعياد الكبير وكل الاعياد يعني صار متل مغزن للكنيسة اللي بوزعوا فيه للعالم وصارت قاعة اذا بدكم صلاة يعمل فيها الصلوات الانجلية يعملوا قاعة افرح كل شي سيستخدم هالمصنع الكبير لهيدا الامور بهايدا الوقت كان اسقف المنطقة ختير وكبير وانتقل الى عند ربنا يسوع المسيح فضي المركز الديني وصار بدهم مطران مين بده يعمل مطران طبعا كانوا ما يفكروا بالكل يمكن ما يفتكر انه فكروا فيه لامارة الاولى صاروا يشوفوا مين نايم البترك في هونيك ليلي بيحلم بملاك الرب عبيقل له للبترك الاولى هو اللي اختاروا الرب لحتى يكون اسقف ميرا الاولى اختاروا الرب لحتى يكون متران هايدي المنطقة بيوه على الاسقف من النوم بيلمس بيروح لعند المطارنة ولعند الاسقفة بيجتمع معهم بيقول لهم هاك هاك اجتني الرؤية والرب اختار نقولها ما حدا بيعود لهم بيعطوا هيدا قرار الرب انما في قصة تانية شو بتقول يعني هنه قصتين القصة تانية بتقول انه في المطارنة اللي موجودين اللي بدهم يكترحوا مع البترك الاسم باجتماع اجتماع المطارنة الشهرة هنه نايمين المطارنة كلهم مع البترك تأتيون نفس الرؤية بنفس الحلم وشو يقول لهم ملاك الرب انتوا اليوم راحين تحت تنتخبوا متران اول انسان راح يفوت لعندكم على الكنيسة اليوم تحت يقدس معكم هو اللي بيكون متران على منطقة ميرا بيوع من النوم عبي يحكر بعضهم كلنا عارفين نفس الحلم وبيقعدوا بتعرفوا بس هنه ما عارفوا انه بنفس الليلة نفس الملاك اجه لعند مارن قوله وقاله بتقوم الصبح الساعة ستة بتكون اول واحد عم تفوت عم تفتح الكنيسة شفتوا كيف يعمل روح القدس شفتوا ربنا والملائكة كيف تشتغل هيك تشتغل هيك تشتغل مع الناس اللي بيصلوا هيك تشتغل مع الناس اللي مسلمين كل حال لالله هيك تشتغل مش معناتها انه الواحد ازا كان مؤمن او كان يشتغل مع الله فعلا ومسلم نفسه لالله انه كل يوم يشوف رؤيا مش عم نقول هالشي ابدا انما باي وقت من الوقات تجي لعندك خي او اختي بيجي بحلم ملاك الرب انه عم يبشركم بشي كتير منيح انه مماش انه انفكر حالا انه انا مؤمن لاش لك ما عم تجيني رؤيا او ما عم يجيني حالا مش هيدا الامر ابدا بس انا عبقول بحادسة مارنقولة شو صار اللي هو كمان الملاك قال له روح بكير وفعلا بكر مارنقولة وفات على الكنيسة وطلعوا فيه مجرد ما فات على الكنيسة شوفوا الامر الرائع مجرد ما فات لا شعوريا وكلهم سوا بزق في واحد يصار يقوله مستحق 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 اسقف ميرا مستحق طلع فيهم الديسنقولة هو ما كان عارف بالمعنى شو يصير الملاك قال له روح برؤية روح بكير فاق بكير روح بس ما كان قال له ان انت رح تصير اسقف ميرا فبطلع مستحق مستحق وصي زقفه وعبطوه بسوه ورسموه متران هيدا كانت من اجمل الامور اللي مرأت بحياة مارن اولى اكيد ازا بصير اسقف على المنطقة والاسقف شو بيلبس عم شوفت يا بابا نوال اللي عبتشوفه ان كبوت منطقة كتير ساعة وكان يبرم بمدن وكان يروح من تركيا على المدن المساعة جدا يروح صوب ايطاليا وصوب المدن المساعة جدا وتاخد معه الرحلة ايام اوقات اكتر وياخد معه اكيد المساعدين والشمامسة من من الرعية والاباء والمواطنين اللي هنم متطوعين وروح على الاماكن لضربطة العواصف وطبعا يلبسوا الكبابيت والجاكتات وكان هو لانه اسقف احدى السيدات بتهديق البلده الاحمر الاسميك كتير بتقول له يا سيدنا انت عب تروح بمناطق عاصفة حتى تلبس هيدا مشان البلد ساعتها بس يلبس هيدا بصير يمشي باللال يروحها بوزع الهدايا بصير الناس تسأل مين هو صاحب الرداء الاحمر هيدا اكيد ما كان في بعد لا بابا نوال ولا تنكلوز ولا شي شفيع العيد اللي كان يعز فين اوله هو ربنا يسوع المسيح مش بابا نوال صانع العيد مش بابا نوال صاحب العيد يقول له مش اسقف ميرا صاحب العيد مش مارن اولى صاحب العيد صاحب العيد ربنا يسوع المسيح هو صاحب العيد الذي يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا رئيسا للسلام هيدا هو صاحب العيد. شفتوا بالصورة مين صاحب العيد. هيد يسوع ربي وإلهي. هيدا هو. مش صاحب الردا الأحمر internet. أسحب الردا الأحمر مرسل من ربنا يسوع المسيح ومجانا. هيدا هو الصوف ميرا صاحب الرداء الأحمر الأسقف العظيم مارين أولى هو مرسل من عند ربنا يسوع Jake أهلي عبي سخر أموال و أموال الناس المؤمنين. هيدا هو لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا وتكون رئاسة على كتفه هذا اللي يدعى اسمه عجيبا مشيرا رئيسا للسلام ربنا يسوع المسيح هو صاحب العيد وتذكروا هالشي دايما ربنا يسوع المسيح صاحب العيد مش بابا نوال اوكي بابا نوال او الاديسين الاولى بينبسط انه يكون هو خدم لربنا يسوع المسيح ومنعرف انه هو خدم لربنا يسوع المسيح لانه بيرسم كمان الضحكة على شفاف اطفالنا يعني اذا بنا نعطي عنوان لها الحلقة شو بنعطيه عنوان برأيكم لنقول انه هاي لامارن اولى هيدا هيدا الحلقة بنقدر لكون العنوان لامارن اولى رجل يحيا لاجل الاخرين رجل يحيا لاجل الاخرين هذا هو مارن اولى هيدا بابا نوال الحقيقي باي العيد الارض انما باي العيد هو ربنا يسوع المسيح هو العيد انما كانسان صار بعمر متقدم صار يعيطولو باي العيد لانه يحسو انه العيد ينبسطو هالاطفال ينبسطو هالعالم عم يجربلهم بس شو كانت الهدايا اخوتي بتعرفوا انتو انه هدايا القديس كانت تسعين بالمية منا لحمة لحمة كان يبروا مبتلش يزدت هون يزدت هون يزدتا قدام البيوت طبعا يعني اللي بيعرف انه محتاجة بالعواصف يروح هيدا الرداء الاحمر اللي انحنا مبسوطين فيه ومنشوفو ببابا نوالو من انبسط فيه هيدا الرداء كان يوقيه من البرد قد ما كان اسميه كان يحطو عليه ويمشي هيدا اللون لانه اسقف ومشان ما يضيع بالتلج تا يظل يمبين كانوا الناس كتير يعملوا اللون الاحمر لجيكتات للكبيبيت تبعيتهم للبلتو تبعيتهم احمر كانت تلج كتير بيعرفوا هالأمر جدا هلأ صار لون فسفوري لون اورنج لون احمر تا يبين اذا ضاع اذا عم ندور على واحد يا اخوتي بقلب التلج ضايع او نيم على التلج او غامع عليه اول شي شو بتشوفه اي لون اذا لابس بتشوفوا اللون اللي هو عكس التلج الاحمر بيين دغري على احمر بتشوفه اسود بتشوفه اورنج بتشوفه بس ممكن ان نشوف واحد لابس ابيض على التلج ولا ممكن ما بتصير شو هو تمويه مشان هيك اللباس الاحمر اللي من انبسط فيه بيذكرنا بهالشاتوية هيدا بيذكرنا الاحمر بالقلب النابض حيوية مشان اخواتنا مشان نروح ونساعد اخواتنا قلبك ما تخليه يكون هالقد بارد قلبك خليه يكون لون الدم اللي صفكه ربنا يسوع المسيح لأجلنا هيدا بيحيينا هيدا هو مار نقولى مار نقولى لما صار متران تم القبض على جماعة من المؤمنين هو واحد منهم انما قدمهلكوا للحاكم المنطقة يبشر بالحبس يبشر يبشر بس اخر شي يشاله خير جعله رعيته هلكم يفوت على سجن مار نقولى في قلبه 300 سجين مجرم يطلعوا 300 مؤمن 300 كاهن هلكم جايت نقضي على المسيحية منعدهم واحد منكم بفرخلنا مية منعدهم مية بفرخلنا ألف هيدا اللي عاب يصير وهيدا اللي لازم يصير لأن الكنيسة هي عايشة على بزار الشهداء هيدا الشهداء هي اللي بتحيي الكنيسة ففللوا الحاكم هلكم نعم بفوتوا يحطوا مع مجرمين بركي يلا هلأ مار نقولى بالحبس بركي بيهتري ببطل يعيدة بيقول شو هالحبس هيدا هلكني بدي اترك وينك يا رب ما بتطلع فيه أنا محبوس مساعد آلاف العائلات فات على الحبس معه 300 مجرم تطلع معه 300 خوري هيدا هو مار نقولى شفتوا مقلزه شفتوا كيف يكون الإيمان بفوت مش بس بيعطي عطايا مادية عطايا روحية عطايا روحية مار نقولى بيعطيه كان كامشين الامبراطور قد ما كان مجرم كان كامشين ثلاث شباب بعمر الورد مش معروفة حميتهم شو إنما قرروا أعدامهم فهوحد عبيقله اللي رفيقه أنا صراحة سمعت عن أسقف ميرا إذا خلينا نصلي بشفاعة تباركي هاكي الله بيرد علينا هيدا إنسان كتير مؤمن بيصلي وبيرهموا الملاك لمارة أولى أنه في ثلاثة أولاد أو ثلاثة شباب بحاجة لقالك بدون ينعدمه بيركعوا بيصلي نقولى كل اللاد مثل عطا لش العطاء مش صلا لش لما روح نعطي للناس مش صلا هو عبقى كل هالطريقة هادة عبيعطيه عبقى يصلي وبيركع كل شوي يا رب رحمتك مع الشباب يا رب رحمتك مع الشباب يا رب رحمتك مع الشباب تحت وعي الحاكم بيوم الأيام مسرور مرته قالت له أنه مستقيمة فجأة بينزل هيك فرحان يا شويش فلل كل اللي بالحبس اليوم نحنا بنعطيهم الحرية بننعم عليهم بالحرية وبالإعفاء عمل إعفاء عام طلعوا الشباب بصلاة لربهم شفاعة مارن أولى من أعدام لصاروا عايشين بسعادة لفلوا من الحبس والمملكة عاشت بسعادة لأنه الأمبراطور المبسط شفتوا كيف الصلا الصلاة بتعمل الصلاة على طول بتعمل سدوا طيب بالوقت المتبقي معنا بدي أقلكن عن أمور كتير مهمة بالنسبة لعسنت كلول بعد ما انتقل لعند ربنا مارن أولى ورح أحكي عن عجيب طبعا عاملها أكتر بعد ما انتقل لعند ربنا طبعا بستة كنون الأول إذا نعيده بستة كنون الأول ولد سنة المتين وخمسة وسبعين وانتقل لعند ربنا بالتلتمية ووحدة واربعين وشوفوا شو عمل بين بين هالسنين هاي دي قديش تعمل فمن بعد ما توفق إذا ضل معنا وقت الحلقة تبعا رح لكم عن كتير عجيب عملاء إنما الشغلة المهمة بتنشوفها فنوية لجماعة من ننقشة باي العيد من نقشة التسمية من نقشة هالأمر اللي منشوفه هلأ على التلفزيون من ننقشة سنة كلوز بعد نياحة القديس نقولة انتشرت سيرته العظيمة والعطرة بين الناس إلنا وصاروا كلهم يقلدوا ووزعوا هدايا يلبسوا هاته بالأحمر ويروحوا يوزعوا انتشرت وين إلنا فاتت لجوة بقى لميلة البلاد الباردة بأماكن عدة مننا روسيا بأوروبا خاصة كمان إلمانيا سويسرا هولندا وكانوا بيتبادلوا الهدايا بعيد الميلاد على اسمه ما رنقوله بعتلك قد محبته رعيته ما كان يوزعوا باسمه ما كان يقوله مارنقولة بعتلك يا عامل مارنقولة مات لا القديس ما بيموت المؤمن ما بيموت شفتوا كيف لش مارشالبل مات مارجريس مات لما تجوا تقوله مارشالبل شفاء يا أخوتي كيف واحد ميت بيشفي اللي عبيشفي هو إنسان حي اللي بدو يجي يشفيكن هو حي ما أحد ميت ما بيشفي الحي هو اللي بيشفي مارلياس الحي مارشاربل الحي مارجريس الحي عم نشوفه عبيشفي مارنقولة الحي بعد لغاية الآن يتوزع هدايا باسم مارنقولة طبعا على اسم المسيح إنما هي إكرام القديسين كرموا القديسين كرموا للقديسين بتعرفوا ليش كل واحد بيكرم القديسين لما يموت رح يكونوا ناطرينوا القديسين ورح يعملولوا خيمة وهيدا الإنجيل بيقولوا مش أنا هيدا الإنجيل بيقولوا مش أنا كرموا القديسين يعملون لكم مظلة في الجنة مظلة بتقعدوا القديسين بيستقبلوك هيدا خينا هاي اللي كان يحكي باسمنا عطول هيدول هن القديسين إخوتي إذا أي حدا عنده اتصال حابب أنه يتصل يعيد معنا اليوم كمان منقدر ناخد اتصالاتكم بهالوقت المتبقي معنا لأي حدا بيحب أنه يعيد عابق اللي المخرجين ممكن خلص وقت معنا وقت كتير بس بالحلقات اللي جاي إخوتي أنا بتمنى عليكم أنه نعيد سوا ناخد اتصالات سوا تسألوني عن القديسين ولو سألتوا عن مارن أولى أو مارشابل ومرئين معنا بحلقات سابقة منقدر نجاوب ومنقدر كمان نصلي على نيتهم هاي أنا أكيدة إذن بدأ لكم شغلة مهمة بالعام 1881 قام الرسام الأمريكي توماس ناست بجريدة هاربورس بإنتاج أول رسم لبابا نوال سنة 1881 أول رسم لبابا نوال اللي بتعرفوه اليوم ببدلته أل حمرة الجميلة ودقنه البيضة وهكي ناصح زيقه الأسود وعاطي هالواجهة هايدي ابتسامته ضحكته الحلوة كان هيدا ضمن إعلان لترويج أيضا يعني عم نحكي نحن بقى في شي بيتخبى كلنا بنعرف بالألف وثمانمية ووحدة وثمانين وهل الإعلان الشهير اللي كان للكوكا كولا كان عمله إنه بابا نوال عب يشرب الكولا ومبسوط فيها بعدين صارت دعاية بمرتاني لمحل ألعاب تعشتوا ألعاب من عند بابا نوال كانت كمان تصير وبترويق الحكايات عن بابا نوال وكيف بيضع الهدايا بالكلسات وبالمدفئة وبهالأمور هايدي صباح كل يوم عيد هايدي الأمور كلياتها متاخدة من أمور إعلانية إنما لشخص حقيقي وأمور حقيقي كانت تتوزع على اسم ربنا يسوع المسيح اللي بعدين استغلوها تجاريا ويريد المستغلين تجاريا يتبرعوا لأطفال العالم الجوعاني اليوم عم نشوف أطفال عراق أطفال سورية أطفال فلسطين أطفال السومال يبلشوا يبزعوا حتى أطفال المناطق اللي هو كان فيها والأمر الجميل اللي فنلندا بتقول سانيكولاس من عندي إنجلترا بتقول من عندي روسيا بتقول من عندي هولندا بتقول من عندي سيباريا بتقول من عندي كتير منيح ونحن نقول من عنا لأنه نحن نقول أنه لله الأرض وملقها وكل قديس على اسم ربنا يسوع المسيح عم يمشي هو من عنا وأكيد نحن أقرب لأله لأنه من التركية المحتلة يعني من أراضينا اللي هون أراضي السريان والأرمن والمسيحيين هيدا أراضي السريان هيدا أراضي السريان إذن أخوتي بدي بس آخر شي بشكل سريع جدا لكم إنه مارن أولى في مرة كان ولد ضايع وأهلوا صلوا وراحوا لعند مارن أولى فصلى مارن أولى وبتقول القصة إنه كان مستعبد هيدا لولد فبيجي الملاك بياخدوا هو نيم وبيجيبوا على الدار لعند مارن أولى هاي من من أعجوبة كتير ضخمة عاملة مارن أولى وصبي وحيد كمان ماتوا شلو من البحر غرقان مطرح مكان مارن أولى بوقتها بالسفينة عبيروح تيطلع البحارة مشاناك بقولوا شفيع البحارة أحيى من بعد ما صلى قام الولد من الموت أيضا كان بشفيع السجون وعدة أمور عملها بي بدأختم بأعجوبة كتير حلوة إنه مرة صار في مجاعة فبيحكي مع أحد البحارة اللي كان بده يفل بالسفينة اللي بحملة كانت قمح وطحين كان عبيرتاح ونيك وفعل منطقة تانية فبيقل له يا أخي البحارة تبعيدكم مليانة قمح وطحين بتقدر تعطي مننا لهذا الفقرة شوي هون نزل كم كيس البحار بمجرد ما اتطلع بوجه لمارن أولى قالوا أكيد بقدر بعطي نزلوا يا شباب خلق مش هون المفاجأة بعد أكيد أنه مارن أولى حكي زلمي قطاع إنما المفاجأة كان إنه صارت في حمولة على الرصيف قد الحمولة للبخرة والبخرة منقص مننا كيس كان كل ما ينزلوا كيس يجعطوا ياخدوا كيس باسم ربنا يسوع المسيح وتعمل منطق اللياتا ومن وقتها الناس معودة إنه مارن أولى هو شفيع العيد لأنه بعيد الميلاد كان أكتر رسالة يعملها لأنه الناس برداني يوزع أكتر شي لحمة أكتر شي يوزع تياب مشان الناس تدفع وتنبسط وصدقوا الأشياء الألعاب كان يصنعها بإيده بالخشب هو وأبناء الرعية اليوم أنتوا عملوا مثل مارن أولى إنه مصاحب العيد هو ربنا يسوع المسيح بدي أختم معكم أختي بسلام ربنا يسوع المسيح ونشوف إذا مخرجنا محضرنا كان كمان يمكن أغنية أو من بعد هالحلقة هاي كمان بمناسبة العيد بدي أقول سلام الرب يسوع معكم بركة مارن أولى معكم يسوع 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 هو صاحب العيد أمين سيني مشايل عنا بطا نوال حالي ما بتسوع عنا شغل بالوال سيني مشايل عنا بطا نوال حالي ما بتسوع عنا شغل بالوال يظهر إنه السياسي من كل ألعاب عم يلعاب وبشاعب من مين سيني مشايل عنا بطا نوال حالي ما بتسوع عنا شغل بالوال سيني مشايل عنا بطا نوال حالي ما بتسوع عنا شغل بالوال يظهر إنه السياسي من كل ألعاب عم يلعاب وبشاعب من ميل الميل عملونا مثل الطابب ملعب فوتبول نزليني شو طوفينا من جول الجول عملونا مثل الطابب ملعب فوتبول تسديد يشوتوا فينا من كل الكل وحاجة ساكت يا شعب تحرك وعمول روحوا تخناء وفلوا عنا جمس هيل رح يرجعوا يجتمعوا على الحوار يطرحوا على الطولي كل الأفكار رح يرجعوا يجتمعوا على الحوار يطرحوا على الطولي كل الأفكار كيف عالطولي كلو سومو كافيات ونحن منكل ذكات ورعبات الليل كيف عالطولي كلو سومو كافيات ونحن منكل ذكات ورعبات الليل سلم الشايد عنا فطا دوال حالي مبسنا عندنا شغل بالوال يظهر انتوا السياسيين من دون ألعاب عم يلعاب بالشعب من مال المال وينك يا تلج الأبيض غطي الوديان نضف كل الخطايا نضف لبنان وينك يا تلج الأبيض غطي الوديان نضف كل الخطايا نضف لبنان السياسيين نطرينك مثل الصوبيان خدهن لا عندك كفهم بشي أوتال سياسيين نطرينك مثل الصوبيان خدهن لا عندك كفهم بشي أوتال هني نطرين هدية منك مرسال فكرون شهدية مغلى في كله أموال هني نطرين هدية منك مرسال فكرون شهدية مغلى في كله أموال مابتكرينك سلطان محمى الحمال وعاتيجي بينهابوك بالدوء الوال مابتكرينك سلطان محمى الحمال وعاتيجي بينهابوك بالدوء الوال سنة مشايل عنا فقط دوال حالي ما بتسوى عنا شغل بالوال يظهر إنه السياسيين من دون ألعاب عم يلعاب بالشعب من مال المال كيسك صاير صالبة صالبة لبنان تاعة فرش وعمل وزعمة لبنان كيسك صاير صالبة صالبة لبنان تاعة فرش وعمل وزعمة لبنان أبنى بيحقوا بعضنا في إنسان إلا هجاروا سفر طفاح الكيل أبنى بيحقوا بعضنا في إنسان إلا هجاروا سفر طفاح الكيل سنة مشايل عنا فقط دوال حالي ما بتسوى عنا شغل بالوال يظهر إنه السياسيين من دون ألعاب عن إلعاب والهشعب من مال المال سنة مشايل عنا فقط دوال حالي ما بتسوى عنا شغل بالوال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر